اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد ونحن نتابع القصة الجميلة القصة الرائعة القصة الملهمة قصة الكنيسة من خلال النص الموجود في سفر العمالة صح 2 والآيات من 41 إلى 47 نتابع معا سمات الكنيسة الأولى أو سمات الكنيسة الحية رأيناها كنيسة نامية وكنيسة كارزة وكنيسة متعلمة وكنيسة مصلية وأنا أصلي أن كل كنائسنا المحلية تقتدي هذا الأسر المبارك هذا التراص المبارك الذي تركته لنا الكنيسة الأولى سمى الخامسة كنيسة متعبدة كنيسة متعبدة الآيات 46 و47 وكانوا كل يوم يواضبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون أشرنا قبل كده أنه الرسل كانوا منتظمين على حضور صلوات الهيكل وده شيء طبيعي لأنه هما يهود في الأصل وموجودين في هذا المجتمع اليهودي وقريبين من الهيكل فكانوا منتظمين على حضور صلوات الهيكل لكن واضح أنه هما لم يكتفوا بهذه العبادة التقليدية ففي بعد جديد لم يعرفوا الهيكل اليهودي بعد أشار إليه البشير اللوء زي مارينا كانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح لسيما التعبير الأخير معلمين ومبشرين باسم يسوع المسيح عشان كده ظهرت كنيسة البيوت كان المؤمنون بيلتقوا معا في محضر الله بكل عناصر العبادة المشار إليها في هذا النص في عمال اتنين الهيكل كان مناسب لبعض الصلوات والكرازة أيضا في بعض الوقت لكن كان في الوقت ده في البيوت كل عناصر العبادة معا لجماعة المؤمنين الجديدة لمجتمع المسيح الجديد أدرك المؤمنين من البداية أن العبادة أمر في غاية الأهمية ومع النوم كيهود العبادة لا تمثل في ذاتها أمر جديد لكن الجديد والأهم هو العبادة لله في اسم يسوع المسيح أو لنقل العبادة على الحساب موتوا وقيمتوا وصار اجتماع المؤمنين باسم يسوع والاحتفال بحضوره في وسطهم فهم فاكرين الوعد اللي قالوا الرب في متة 18 وأي 20 حيثما اجتمع اثناني أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم وبالتالي لم يعد الدخول إلى الأقداس قاصر على أشخاص معينين زي رئيس الكهنة في يوم الكفار العظيم لكن أصبح الباب مفتوح لكل المؤمنين بيسوع شكرا لله رأوا وعلموا أنه في ساعة موته ولما صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل وكأنه إعلان صريح أنه لكل واحد الحق في التواجد في محضر الله وعبته مع الشعب الرب في اسم يسوع المسيح كنيسة متعبدة كنيسة متعبدة لابد أن كل مؤمن النهار ده بعد ما يعرف المسيح يرتبط بكنيسة يعبد فيها الرب ده جزء من خبرتنا المسيحية الحقيقية بعد ما تعرف الرب بترتبط بجماعة مؤمنة بكنيسة بتمثل جسد المسيح في المكان والزمان اللي أنت فيه ثم تأتي سمة أخرى هي كنيسة متحدة كنيسة متحدة الوحدة الحقيقية اللي عاشتها الكنيسة الأولى مثل ونموذج رائع وكانت خلف كل البركات الكتيرة اللي تمتعت بها الكنيسة بعد صعود الرب مباشرة راحوا للعلية وكانوا يواضبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة أعمال واحد اربعة عشر وبعدين أعمال اتنين آية واحد ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة وارينا في آية أربعة واربعين وستة واربعين من أصاح اتنين كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا وكانوا كل يوم يواضبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب ولو روحنا الأعمال أربعة فتجد أيضا نفس روح الوحدة إلا موجودة في أصاح اتنين مع أن العدد بيزيد مع أن الجماهير بيتزيد لكن قلنا في آية اتنين وتلاتين وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا هذه الوحدة بلا شك هي اللي حركت إيض الرب فكان يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون عطتهم نعمة لدى جميع الشعب وعطت الرسل جرأة وقوة للمجاهرة بينجيل المسيح حتى أمام الرؤساء والمقاومين وهكذا نمت الكنيسة والتسعة روحيا وعلاديا اليوم قد لا يأتي عدو الخير من الخارج ليهدد الكنيسة قد يأتيها من الداخل لما يفسد هذه الوحدة لما يسير الخصومات والانشقاقات والتحزبات يصبح الجو غير مناسب للبركة على الإطلاق أخي أختي من فضلك خلونا نعمل من أجل الوحدة لا من أجل الانقسام خلونا نعمل من أجل التقام جسد المسيح نكون معا بنفس واحدة وقتها يؤمر الرب بالبركة لما يشوف كنسته متحدة ثم سمة سابعة من سمات الكنيسة الحية كنيسة الأولى كنيسة سخية كنيسة سخية حال الكنيسة كان عندهم كل شيء مشتركا والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج إلى هذا الحد كان سخاء الكنيسة المشاركة في كل شيء إلى حد الاستغناء عن الأملاك والمقتنيات لتسديد احتياجات الآخرين معين البعض بيرى أن هذا السخاء حدث نتيجة فهم خاطئ لسرعة مجيء الرب ثانية وحتى لو كان هذا الافتراض صحيح فإن روح السخاء قد غمر الكنيسة لتعطي ومعلوم أنه بسبب الاضطهاد اللي وقع على الكنيسة البعض فقد وظفته والبعض فقد دخله وربما ممتلكاتهم فأدرك من لديه ممتلكات أهمية أن يعطي من له احتياج وعاش ما كتب الرسول بولس بعد كده مشتركين في احتياجات القدسين عاكفين على إضافة الغرباء فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين كنيسة سخية بتشجع جدا جدا أحبائي من مؤمنين كتار الرب يضع على قلوبهم أن يسددوا احتياجات القدسين أن يمد يديهم ويساعد أخوتهم اللي عندهم احتياجات بركة كبيرة المعطف فبسخاء المدبر فباكتهد الراحم فبسرور كنيسة الأولى من سمتها المباركة أنها كانت كنيسة حية ثم كانت كنيسة فرحة كنيسة فرحة مليانة بالفرح آية 46 في أعمال 2 يقول كده عن هذه الكنيسة وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب كنيسة كانت تمارس وليمة المحبة اللي بنسميها الأجابي في نهاية اجتماعات البيوت كانوا بيمرسوا هذه الوليمة وكانوا بيعملوا ده بابتهاج بفرح سمة مرتبطة بكل السمات السبع المذكور قبل كده كل السمة منهم تدعو للفرح والابتهاج هل ما كانش عند الكنيسة الأولى ضيقات هلش ما كانش عندها ظروف تمنعها من الفرح كان كان فيه وقت للألم وقت الاضطهاد لكن كان فيه فرح وقت الالم والاضطهاد عرفت الكنيسة الفرح في الرب فاكرين السلطات اليهودية ألقت الرسل على ألقت القبض على الرسل وحبستهم في أعمال خمسة مش بس كده جلدوهم أوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم يقول ليه الكتاب في آية واحد واربعين من أصحى خمسة كلمات معزية جدا جدا ومشجعة جدا جدا وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه إزاي ده إزاي في حبس وجلد وألم وضيق واضطهاد ويبقى فيه فرح بسبب هذا لا شك كان هذا الفرح هو صمر الروح الخلص اللي ممكن اختباره في وقت الضيق زي ما كتب بعد كده الرسول يعقوب في عقوب واحد وآية اتنين احسبوه كل فرح يا إخوتي عندما تقعونا في تجارب متنوعة تظل الكنيسة الأولى صديق المشاهد الكنيسة الأم الكنيسة الملهمة تظل بهذه السمات المباركة نموذج ومثال لكل كنيسة عسبها أشبه هذه السمات بترمومتر تقيس به كل كنيسة محلية ما هي درجة حرارة عبادتها وشركتها ووحدتها وكرازتها وصلي أن يملأ الرب كنيسته في وقتنا الحاضر بهذه السمات السمانية معا فتصبح ملجأ للبعيدين ومدرسة للمتعلمين ونقطة انطلاق للكارزين والمرسلين مرة ثاني أفكرك بهذه السمات التمانية مع بعض اللي اتكلمنا فيهم الاسبوع الماضي وهذا الاسبوع وأرجو وأنا بستعرض هذه العنوين مرة أخرى أرجو نفتكر إن احنا بدعوين في كنيستنا في القرن الثاني والنشرين نحن 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 نعيش هذه الخبرات المجيدة المباركة كنيسة نامية هل كان نائسنا بتنمو؟ ممكن تنمو بعمل الروح القدس بأمانة الخدام والعاملين بوحدة شعب الرب تنمو الكنيسة عدديا وروحيا ويضوم الرب كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون إزاي لما تكون بالسمة التانية كنيسة كارثة عندها رسالة بتخرج للعالم بتنادي للبعيدين تعالوا نظروا تعالوا نظروا يسوع الحي يسوع الذي مات ويسوع الذي قام عندها رسالة متميزة رسالة الإنجيل اللي بتقدم خلاص ورجاء لكل مسؤونة بتذهب الكنيسة للعالم أجمع وتكرز بالإنجيل للخليقة كلها كنيسة متعلمة اللقاب اللي رسالة الإنجيل اللي تجاوب مع رسالة الإنجيل لابد يتتلمز يدخل مدرسة التلمزة مدرسة التعلم مش بس يتعلم دروس نظرية لكن دروس عملية يشابه صورة المسيح كنيسة متعلمة بتحفظ جميع ما أوصانا به الرب بتحفظ في الذهن والفكر وتحفظ في الحياة العملية كنيسة متعلمة سمة في غاية الأهمية نحتاج إليها النهاردة مش نبقى أطفال مضطربين محمولين بكل ريح تعليم لكن نحن نثبت على ما تعلمنا عندنا يقين بمن تعلمنا لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي ثم كنيسة مصلية كنيسة مصلية قلت في هذه المرة عن كنيسة المصلية تقريبا في كل أصحاح في سفر الأعمال تجد ذكر للصلاة كانت الكنيسة تصلي باستمرار في كل الظروف في كل الأحوال أمام كل خدمة أمام كل احتياج ملجأها المؤكد هو المخدع هو التواجد في محضر الله هو الصراخ إلى الله علشان يبارك الرب كل عمل وكل خدمة معرفش حجم اجتماعات الصلاة عندنا بقى تأدي إيه غالبا للأسف الشديد تلاقي أصغر اجتماع هو اجتماع الصلاة محتاجين نرجع مرة تاني وندي للصلاة مكانها حتى في اجتماعاتنا العامة في يوم الأحد يريد نعطي وقت أطول للصلاة لأن ده الخلفية لكل بركة لكل السمة من السمات الحية للكنيسة المباركة ثم كنيسة متعبدة في مواظبة في انتظام على العبادة في احتفال بشخص الرب بصفة خاصة في اليوم الأول من كل أسبوع يوم الرب يوم الأحد الكبار مع الصغار الجميع يأتي إلى بيت الرب للعبادة للاحتفال بيوم الرب في العبادة في تسبيح في صلاة في شركة في مئدة الرب ربما في ممرسة المعمودية في الكرازة بالكلمة في شركة المؤمنين مع بعض كنيسة متعبدة ثم أيضاً هذه الكنيسة من سمتها كنيسة متحدة كنيسة متحدة الجميع معاً بنفس واحدة البيئة المناسبة للبركة البيئة المناسبة أن الرب يأتي ويبارك ويكرم الكنيسة بخيرات كثيرة كنيسة سخية لم يكن لأحد احتياج اللي عنده بيعطي اللي معندوش كانت فيه شركة رائعة في العطاء وأنا متأكد كتار جداً من شعب الرب اختبروا فرحة العطاء وبركة العطاء ثم أخيراً كنيسة فرحة مليانة بالفرح ضروري من أجل السبع الأمور اللي فاتت يبقى كنيسة لازم تمتيل بالفرح والناس يشوفوا هذا الفرح فيجي يسألوا عن سبب الرجاء الذي فينا ونصلي من كل قلبي إن هذه السمات تكون مجهولية كل خادم كل راعي إن تكون كنيستك بهذا المنظر أصلي إن كل كنيسة محلية تمتلئ بهذه السمات اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى وإحنا بنصلي من أجل بعضنا البعض نتوقع بنعمة الرب إنه الرب يبارك كنائس وفي كل مكان لتمتلئ بهذه السمات لمجد المسيح والرب معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر